المتدى وكالة الأنباء الجزائرية يستضيف المجاهد والديبلوماسي الأسبق محمد دباحة المكلف بالعلاقات الخارجية للجمعية الوطنية لمجاهدية التسليح والاتصالات العامة الذي استعرض مسار جهاز المالغ ودوره في التصدي للدعايات المغرضة للمستعمر الفرنسية لتشويه الثورة التحريرية المجيدة دور المالغ برز إعلاميا بالترويج للنشاط الثوري عبر أجهزة إذاعية لتفنيد كل الدعاءات العدو وفي نفس الوقت إنشاء شبكة اتصالات للاستطلاع العسكري والعمل الاستخباراتي يضربون لفرنسي يضربون في شيء في الإعلام كان صوت البلاد كانت وكالة الأنباء كانوا دائما في الدعايات بالله هادور هم قطعين الطرق ما تروعوش انتوما ما كذا كذا با عبد الحبيد بوسود بدأ في الديناء بالترنصوت العبقارية تاع الشبين هادوك يعني شحان في عمرنا احنا هذا كيد خلنا 17 سنة ونص سنة باكاردوريوس كيف بدنا هالشي كلش عشرين سنة هادل كتير في هنا خمسة وعشرين سنة منصوب 30 سنة وين قرأ وين كنش يعني واشي واشي الإيمان بالقادية تاعنا والعبقارية والإيمان بالجزائر يخديك الإيمان تاع الجزائر والقادية تاعك يخليك تبحث وتعرف واحد ما يغلبك واحد ما يشريك المرأة الجزائرية كانت خلال الثورة التحريرية جنبا إلى جنب مع شقيقها الرجل لذا فقد ضم جهاز المالك نساء كنا في ريعان شبابهن كلفنا بعدة مهام كالتنقل للمنازل والتحسيس بأهمية الثورة وضرورة التحرر من قيود المستعمر أصور النصبي كانوا لدينا أربعة أربعة دليسياً اللي جوا من التنوية شابات اللي ما زالوا حيين سيديقرون ما يقولون بنات المالك كانوا في الكنترول بداهم بوسوا شدهم أعطاهم أسماء من الأخرين قالوا شوفوا تروحوا للمناطق لكن تشو عند الشعب ما تشوش لديور تاع النساء وتأهيلوهم باش يتأهلوا باش يكونوا يعرفوا التورة واشي هي باش يلا رجالتهم ولو أولادهم يحبوا يروحوا هما يدعمهم هذك دورتهم كانوا يمشيوا وقعوا للديور يمشيوا للسكنات ويمشيوا ويدخلوا ربعاً سالة كانوا ما زالوا حيين نشاط المالك تواصل لما بعد الاستقلال بتأمين الجزائر عبر جميع حدودها ومواصلة تكوين الأعوان في الأسلحة والعتاد الاستخباراتية أول حاجة الأمن الأمن نأمنوا الجزائر بدينا نأمنوا الجزائر حدودها أرجعنا للتورة حطينا قاعدة صنطر ديكوت أمننا الجزائر وكل شيء بدينا نكونوا نكونوا ناس في الشفرة نكونوا ناس في المرس نكونوا ناس في المخابرات تكوين استراتيجية إعلامية محكمة رسمها جهاز المالك لمواجهة المستعمر لخص أهم نجاحاتها والعديد من جزئيتها المخفية المجاهد والديبلوماسي الأسبق محمد دباحة في منتدى وكالة الأنباء الجزائرية إنجازة تركت بصمتها خلال الثورة وبعد الاستقلال